في إيران على وجه التحديد تعتبر منصات التواصل الاجتماعي الشهد الحقيقية على انتهاكات السلطات عام 2009 حجب موقع فيسبوك ويوتيوب على خلفية التظاهرات التي عرفت بالثورة الخضراء في إيران كشف الموقعان فضائح النظام من خلال توثيق حملات الاعتقال والتنكيل بالصوت والصورة فتم التحول إلى منصتي تويتر وتليجرام التي حجبتها أيضاً رغم أن حسابات كبار قيادات النظام لا تزال مفعلة على تويتر فيما تضرر الكثير من التجار من إغلاق التليجرام الذي كان منصة للترويج لتجارتهم الآن يضيق الخناق بشكل أكبر على موقع انستجرام بعد نشر صور فتاة إيرانية تسلقت عمودة كهرباء ولوحت بحجابها بعد خلعه اعتقلت الفتاة واشتعلت الاحتجاجات ونشرت الصور على انستجرام ما فتح النار على انتهاكات السلطات الإيرانية يعد انستجرام الموقع الوحيد الذي ينشط فيه المعارضون والتجار على حد سواء تهدد الحكومة بإغلاقه لكن ذلك سيحمي ارتدادات عكسية ويفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد سمع السيد العربية